تحياتي وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلبي مدريدي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوال بالتعاون مع مجموعة RM4Arab في تويتر ويوتيوب حلقة اليوم بعد تعثر ريال مدريد أمام ليفانتي ولأنه هذا التعثر جاء نتيجة أنه ريال مدريد شبع الناس كرة قدم وإبهار كرة قدم مش هنحكي كثير بالتفاصيل تاعة كرة القدم لأنه الناس مشبعة بس زمان ما عملت حلقة نحكي فيها بقضايا مدريدية عامة نجمعها بحلقة واحدة عشان نحكي عن مشكلة الفريق بشكل عام هذا الموسم ونحكي في التفاصيل اللي منوحي كل هذه النقاط اللي قام هتكلم عن أهمية أنك تسجل هدف لما تكون عندك فرصة هتكلم عن طرد ميليتاو وقانونية الموضوع بتعرفوني أمرات بأخذ شخصية محمد الشريف وحتكلم عن خيالات زيدان اللي هي السبب أزمة نصف الموسم حتى الآن وحتكلم عن كورتوى وعن مندي بس هذا كله بعد ما تشتركوا بقناة سيفي سبورت الآن على اليوتيوب وبدو دخل بالتفاصيل بسم الله خلونا نبلش قبل لقطة طرد ميليتاو كان في فرصة أهدرت عبر بنزيمة وقبل الهدف الثاني تعليفانتي كان في فرصة أهدرت عبر بنزيمة انسوا فكرة أنه بنزيمة أبهر الشوالي في الفرزة الثانية نمستقل أنه فكرها أسست يعني أول مرة يوم ما فيش لعب ثاني مرر له يعني بس أنه فكرها أسست أنه مستحيل مهاجم بهيك ظروف أنه يطيع هيك فرصة خاصة لما تكون مهاجم ريال مدريد بس مهاجم مشكلة والمشكلة مش بنزيمة المشكلة مش بنزيمة عشان نفهم المشكلة أنه أحسنتك منرب تكتيكي في العالم وظيفته يقلق الفرصة يخلي لعبين يتحركوا بشكل ينقلوا الكرة بشكل تكون الكرة جاهزة تسجل مقدرش ينزل يسجلها والشي الثاني أي فريق في العالم بضيع فرص فريق بيرهق بيستنزف بدنيا ذهنيا حتى عم يستوى تفاعله بنتيجة اللقاء بصير فيه مشاكل لأنه أنت عم بضيع فرص عم تلعب وعم تتعب وفيه غيرك عم بضيع فكل شيء صعب يستمر إذا ما عندك اللاعب اللي بيخلص مباريات 100% هذا مش معناه أنه بنزيمة مش ملائم وملائم ما بتكلمش عن لعبين بتكلم عن سلاح يفتقد إلو ريال مدريد فعليا من يوم ما طلع رونالدو تيجي تقول لي جابوا الدور السن الماضية إحنا بنعرف كثير أن جزء أساسي من جبت الدور السن الماضية ضغط المباريات بعد كورونا فالريال الوحيدة اللي كان عنده دكتين عم ينزل 4-5 لعيبة ويبادل كثير وفاز فعليا عليهم كلهم بأسلوب دفاعي وخطف هدف في كل لقاء الدورة هذا حرفيا ضعب بس الدورة اللي جاي لازم يكون عندك اللاعب اللي يجيب 20 جول و25 جول وإنت مرتاح مش يجيب 25 جول لما تكون نتيجة 2-0 ويجيب 3 جول بعدها لا اللاعب اللي يفتتح النتيجة واللعب اللي يحطك في الأمام ننتقل للقطة طرد ميليتاو القانون واضح بهذا الموضوع إذا كان في فرصة خطيرة تؤدي إلى هدف أو فرصة واضحة بالمعنى الحرفي القانون فرصة واضحة للتسجيل وجه قلب دفاع أو ملاعب الخصم يعني ارتكب خطأ منع هذه الفرصة قبل التسجيل من التحول إلى هدف يعني إما مسكها بإيده لو سددها أو عمل فول قبل ما هداك يسددها يتم طرده ليش أنا شايف إنه طرد ميليتاو اليوم ما كان صحيح مش عشان فاران كان مجدد مع ميليتاو فيه أكتر من نقطة النقطة الأولى أنت الأساس تتكلم عن فرصة ثانية حل التسجيل اللاعب فعليا حاول يهرب من ميليتاو فراح على اليسار ما كان مخطط يروح يعني مش هيعمل اللفة هذه السريعة اللي هيك بهذه الطريقة لأنه حيكون أصلا فاران مغطى عليه فهل هذه الفرصة لما اللاعب راح بهذه الطريقة أصبحت محققة للتسجيل؟ هذا التسجيل الأول والشي الثاني الكرة فعلا أنا شعرت إنها فلتت منه لما حاول يلف فيها فلتت بعدت عنه وكان جاي فيه دعم من ريال مدريد من الخلف إذن هل هي كانت فرصة محققة للتسجيل؟ أنا مش قادر أشوفها كذلك فبالتالي ما قدرش أشوفها طرد لكن لو الحاكم قدر إنها فرصة محققة للتسجيل فهي أيضا تعتبر بالتالي طرد لأنه هو فعلا كان آخر واحد لإله ومنعه يقدم الخطوة ويسدد فحسب تقديري ما كانت فرصة سانحة 100% للتسجيل بالمعنى الحرفي لإلها لأنه اللاعب فعلا كسر بعيد وفعلا الكرة تبدو كأنها فلتت منه قبل ما يتعرض لالفاول لكن بالمقابل كان في عنا هدف تعادل ريال مدريد واللي بوضح أنه كأنه فيه فرق بالفار ما بين إنجلترا وما بين إسبانيا في إنجلترا يوم أمس كان اللي فربول عم بيسجل وشوفنا بيرجع الحكم للقطين وبشوف لانسيدياتها على فربول وهذا الشي ركر كثير مدريديين بمسألة هدف بوستكتش اللي لمست إيدو ومررها طبعا لجريزمان اللي مررها لمسي في بعض المبراقة قبل أسبوعين أو ثلاثة لكن في إسبانيا اليوم صار نفس الشي شوفنا شيء بيشمه الفاول على مندي يعني أنا بديش عحكي فاول ولا مش فاول بس ممكن يكون فاول هو أقرب لفاول وكم الريامة لديد لعب لمسي لمستين ثلاثة ورحت الكرة وسجل أسنسي فليش الحكم بإسبانيا واضح جدا للمبدأه أنا بركز على لقطة الهدف ما قبل ذلك هذه خلص مسؤولية الحكم لكن لقطة الهدف إذا في فاول دايركت للجول أه بحسبه لمست يد دايركت للجول بحسبها أما والله بعدها صار لما لمستين وثلاثة ما حرجع كثير لورا ويبدو الآن في استراتيجيتين باستخدام الفار بهذا الموضوع في منهم من بيرجعوا كثير زي الإنجليز والإنجليز بعدها بيرجعوا دقيقة ونصه بيشوفوا الكرة كانت أو تبيلغوا الهدف وفي منهم لا في منهم بيشوفوا اللقطة المباشرة التمريرة الأولى والثانية اللي قبل الهدف يعني الكيباس والأسست والتسجيل يعني تلمسين ثلاثة مش حرجع كثير لورا واضح هذا الاختلاف وهذا اللي خلى هدف ريال مدريد يحتسب اليوم ننتقل لمندي اللاعة اللي بنعرف جميعا إنه جاء لأنه أفضل دفاعيا من مارسلو وحتى الآن رغم عمر مارسلو ما زال أفضل هجوميا من مندي باختصار طيب اليوم مندي بالهدف الأول وقبل الهدف الأول كان عم بيدخل من عنده كثير كرات وبالهدف الأول تمركزه كان غريب جدا خلينا أوقف هون مع الهدف الأول عشان بعدين نكمل عن مندي بفكرة إنك تحمل أودريزولا بس الهدف الهدف مش عن أودريزولا بس الهدف كل شيء خطأ في ريال مدريد تمركز ريال مدريد غلط أودريزولا كان ماسك لاعب الكرة إجت في اللعب الثاني اللي كان المفروض أسنسو بالمنطق هو اللي يراقبه أو يروح له لما تشوف الصورة أيضا اللعب اللي باللعب العرضية مرتاح جدا ثالثا مندي كان مش عم براقب حد براقب نفسه وراقع الفاضي ما عندوش حدا بجهته فكل اللاعبين تحركوا بشكل فيه ثلاث أربع لاعبين موقفهم سلبي تماما بالهجمة وفيه مهاجمين بليفانتي مقابل أودريزولا وما بينهم وبين بران مرتاحين وفيه لاعب بالخلف فأنت خلقت هذي الفوضى لأنه ما فيش لاعب مراقب لاعب بشكل صحيح أودريزولا عليه حق وأودريزولا أنا بوجهة نظري مش لاعب مستوى ريال مدريد مش لاعب مستوى ريال مدريد أبدا ولا كان لاعب مستوى بارمينيخ لما كان محهم لعب لازم ينزله شوي في مستوي ناسبه أكثر عشان يقدر يعطيه فيه يعني بعيدا عنه أنه أنا بشوفش الهدف عليه 100% نرجع لم عندي أنا عندي مشكلة دائما لما يجي ظهير تقني ظهير وظيفته دفاعية أو فيه ريال مدريد أو برشلولا صعب هذه الأظهرة تعيش في هذا الفريق صعب جدا اللي بتذكر أبي دال مع برشلولا من السنة الثانية الثالثة الجمهور برحن بدنا قلبة وبدنا فلان وبدنا فلان في مدريد نفس الشيء جاء كوينتراو أربيل وهذه الأسماء التقنية ما قدرت تصمد زي ما صامد روبردو كارلوس ما رسله لأنه ريال مدريد فريق انتصارات برشلولا فريق انتصارات هل ظهيرك لازم يكون ظهير دفاعي وتراهن عليه دفاعيا ولما تحتاجه هجوميا بفرق سهلة ما يقدر يضغط وما يقدر يخلق لك فرصة ولما ينفرد يشوتها بطريقة غريبة أشك بذلك مندي الآن إذا قصر كمان مرة أو مرتين في أخطاء دفاعية حيركزوا عليها الصحافة الإسبانية وحيعدموه حرفيا إعلاميا لأنه ببساطة إحنا جابينك الدافع إذا دفاعك صار عادي لعب عادي يعني 7 من 10 وهجومك 5 من 10 هذا مش مكان ريال مدريد ريال مدريد بدو لعب على الأقل يكون 10 من 10 في الدفاع إذا بدوش يلعب بإضافة هجوميا وعلى الأقل فعلا 10 من 10 مش بصدفة حكيتها واللي بتابعوني في سيلفي مدريد لاحظوا أني أكثر من مرة حكيت عن شي اسمه افتراضات زيدان أو شعور زيدان الزائد إما بالثقة بنفسه أو ثقة بلاعبيه في بعض المواقف واليوم تجلت هذه الظاهرة اللي ربما صارت واضحة للجميع عندك فريق طرد منه لاعب خسر كاسيميرو بعدها بخط الوسط حوله لا أقرب لمدافع نتيجة خسارة لاعب في الملعب وبنفس الوقت خلى لعبين وسط وأمامهم 3 لعبين اللي حصل أنه ليفانتي مثلا في الساعة الأولى كان استحواذه 50% زيه زي ريال مدريد وهذه مصيبة يعني اذا فريق زي ليفانتي يقدر يمسك الكرة 50% وسدد أكثر من ريال مدريد سدد تسعة مقابل أربعة يعني كان أخطر إذن كل شيء عم بشير أنك عم تخسر المباراة عم تفلت منك المباراة هل كان في ردة فعل؟ لا كان في افتراض أنه الفريق بكروسه ومودريدش وهازارت وبالزيمة حيجوا بفكرة لحالهم ويفوزوا هذا الافتراض اللي صرر يشعر فيه كثير أنك تشوف شي غلط مستمر وفيه صبر على الغلط إما لأنه في ثقة زيادة عن لزوم بعض اللاعبين أو لأنه هو شعر أنه حيصير والله شيء كويس وهيك خيال معين عند هذا المدرب عم بيسيطر عليه أكثر من اللازم ما حدا يقول لي زيدان كان مريض شوفت التليفون شغال يعني أبسط شوفت ريتهم اليوم الشباب بجزء الثاني أنه زيدان الآن أصبح مدرب خبير فهو بيعرف شو يعني أنك تفلت الكرة أمام فريق ضعيف عم تعطيه ثقة بالنفس وأيضا أنت عم بتخلي الفريق بدخل توازن الفريق أنت لا كنت تهاجم زي الناس ولا تدافع زي الناس نتيجة الخلل لأنه لا هازارد بدافع زي الناس ولا أسنسيو بدافع زي الناس ولا بنزيمة بدافع زي الناس وعندك نقص عددي ففعليا أنت صرت نقص كثير في كمية الحركة في أرض الملعب فدفاعك تأثر وهجومك تأثر نتيجة أنه مش ماسك كرة زي الناس أيضا فأنت اخسرت زي الناس هالمرة مباراة كان دفاع لي فانتي فيها كثير مهزوز وأعتقد لو تعدلت الأمور بشكل أفضل في مسألة خط الوسط لربما ريال مدريد كان اللي بنتصر في هذا اللقاء وربما مشعرنا بالنقص أساسا لو زي دان كانت ردت فعله أسرع يعني بعض المباريات بنزلك اسكو أنت عارفينها مش مباراة واليوم بدو جيا بعض المباريات بيحسسك أنه طلع أوديغارد وجاب بلانكو طيب استخدمه فيه هون مشكلة والأهم من ذلك شو قصة جونيور يمين وأسينسو يسار اللي أعتقد كل العالم بتسأل ليش يعني ما فيش تفسير منطقي هذا اللاعب بلعب أحسن على اليسار وبين ذلك في كل مسيرته انت عم بتنزله بأصعب موقف إلو ونقص عدد تقول له روح يمين وأصلا هو عنده مشكلة ثقة بالنفس من يوم ما بنزي ما قال هذا بلعب ضدنا واليوم شفنا مين بلعب ضد مين وبنفس الوقت انت بتروح بتسحب أسينسو اليسار متعود على الجهة اليومنا في هيدا المباراة بتودي على اليسار وكأنه بتدخله مباراة جديدة الشي الوحيد اللي بيخليني لأنه هاي فكرة افتراضات زيدان اللي أنا الخيالات واللي ما بقدر أشوفها الشي الوحيد اللي بيخليني أقول انه هيك شي بصير بفهوم إذا فعلا بدو يجنبوا عن بنزي ما عشان هيك بنزي ما كان روعا جهة أسينسيو وجونيور يلعب لحاله عشان والله الشباب زعلانين من بعض والمدرب مش قادر يزحل بعض الناس اللي غلطت هذه الخيالات هذه الرهانات حتدفع الثامن وبعض الاحيان حتنكشف هذه الأمور زي ما انكشفت هذا الموسم بشكل صريح وواضح انه الاتجاه الفني اللي رايح في ريا مدريد محتاج شغل أكتر من زين الدين زيدان اللي لا نقاش بأنه هو المدرب الأكثر ثقة وجدارة يحاول يطلع في المشروع مرة أخرى نختم مع كورتو اللي بالنسبة لي هو صاحب أقوارة دفع اللاعب فشل بالموسم الأول مع ريا مدريد وبالعادل بيفشل بالموسم الأول مع ريا مدريد ما برجعش بتذكروا دانييل لو بطلي صاري خافي لبس الكرة صاري بطل لسه كورت القدم من الضغط النفسي نفس الشي اللي بصير مع برشلونة زي أندري جوميز زي بتخسر موسم أول بتفشل فيه بريان مدريد أو برشلونة صعب صعب ترجع لكن كورتو رجع ورجع وكان لسه في جمهور بكرت القدم عشان ما حتش يقول لأنه هلا ما فيش جمهور حارس رجع وكان في جمهور والحارس أصبح فعليا من أهم ثلاث لعيد في ريال مدريد خسر اليوم صح بس لو لا كانت المباراة أكبر ورحت أبعد ومنشوف نها من الوقت شرط الأول أكثر من كرة هو اللي طلحها كورتو رائع كورتو ها ثقة بالنفس كورتو ربما أهم شي تقدر تبني عليه للمستقبل نختم الآن لبس بالموضوع بره المباراة هذه المرة ونتكلم عن سيرجو راموس اللي بتواضح المؤشرات كلها بتقول أنه سيرجو راموس مش حيجدد عقده مع ريال مدريد طبعا في أسباب إحدها بيحكي أنه مشكلة العشرة بالمئة راتب ومشكلة أنه فيه سياسة عند ريال مدريد فيها عقد السنة لكل لاعب بعمر راموس مش سنتين خليني أوضح في الماضي أرسنال طلع بهذه الفلسفة وهذه الفكرة وما عادي يجدد لعيبة فوق الثلاثين إلا لمدة معينة فاللعيبة صارت تطلع من عنده ونتيجة ذلك صار يخسر شخصية فريق وصار يخسر خبرة فريق ووصل لأرسنال اللي بنعرفه حاليا بمعاناة متكررة متذذبة بعد ما كان يوماً ما عنده هنري وباتر كفيرا والاثنين كانت دوافحهم نفس هذه الفكرة أنهم يطلعوا لأنه جزء من إنسانية اللاعب إنه يا أخي أنا أعطيتك 15 سنة أعطيني سنة إذا أنت خايثني ما ألعبش بالسنة الثانية كويس اعتبرها يا سيتي تكرم منك وعلى عب نحتي ياطيبها الكأس زي ما بلعبوا الناس فيه هذا الجزء الأول من ريال مدريد فهذا خطير على المدى الطويل يعني ممكن تخسر راموس وممكن تقدر تعود راموس بعد سنة يصير معك فلوس تروح جيب مدافعين ممتازين وتعود أمورك بس صعب جداً تعود شخصية راموس وقيادة راموس والاتزام راموس بريال مدريد وأنا توقع الشخصي لو طلع راموس من ريال مدريد السنة الجاي حتصير مشاكل كثير في غرف تغيير الملابس بريال مدريد لأنه حتصير فيه مساحة كبيرة فاللعب كلها بتتقدم تصير راموس الجديد بنزيمة على كاسيميرو وعلى كذا وتبلش تصير التوترات والخلافات لأنه يجي شخص يفرض نفسه ملك العروش داخل غرفة تغيير الملابس هذا الجزء خلينا نحكي من جهة ريال مدريد أكيد ممكن لما ترجع الجمهور يصير مع فلوس يقدر يجيب دي لخت ولعيب كبار وحيعوض الناحية الفنية بس ناحية القيادة وناحية توحيد وغرفة تغيير الملابس بفريقة عرفنا عنه كثير مشاكل بغرفة تغيير الملابس قبل مراموس يصير القائد الأوضح مع وصول زين الدين زيدان بس خلو عن ناحية تانية أنا وجد نظري أنه راموس مرتاح للفكرة اللي بتصير الآن ليش؟ لأنه بالنسبة لسيرجيو راموس بيعرف أنه لو جدد عقده سنة هلأ والتزم بالسياسة اللي واضحة لها دي ريال مدريد حيجدد له عقد سنة جاية حتى لو لعب خمسة من عشرة حيجد يدوله لأنه راموس في بأرث كبير بناه في ريال مدريد لا ينسى حيجد يدوله وهو فاهم وفاهم قسط العشرة بالمية مش كتير حتفرق عليه هو فاهم هذا أيضا بس يبدو أنه سيرجيو راموس نتيجة تأخر ريال مدريد بالنفاوضات في الماضي عرف سعره بالسوق اتصل فيه ناس اتصل فيه باريس سان جيرمان ربضان كما يقال وقال له أنت 20 مليون يورو مش 12 يا أخي فهو بروح على ريال مدريد بيعطوه 12 بيعطوه اللي متعود عليه أنه أنا مفكر حالي هيك سعري فانصدم أنه سعره بالسوق لما يطلع بإسبانيا لبعض الأندي نتيجة النقص الحد في مدافعين زي الناس في كرة القدم بأنه أنا السعري أغلب كثير طب أنا ما بقدر أجي أقول لريال مدريد بدي فلوس كثير عشان أطلع أنا لأنه لعيب الجمهور هيك عايصري شك كثير فخلييني ألعبها بسياسة سنتين والعشرة بالمية فأنا بطلع كأنه الخطأ والعناد عناد بالريز وبطلع أنا على الفريق اللي بدي أنا هذا استفسيري للي بصير ريال مدريد عنده سياسة خطيرة على المدى الطويل واذكروا هيخسر أكثر من واحد بعيد طريقة ويوم ما ما هيعرف يعوضهم وحيجي واحد يقول لا حطها السياسة عجنب وخلينا نكون مدريدين نتعامل بكل إنسان بقدره وحجمه راموس تكسر لأجل السياسات تكسر لأجل كل القوانين عشان يضر راموس في ريال مدريد بس بنفس الوقت أعتقد راموس حابب وحقه آخر عقد دائما آخر عقد في كرة القدم لازم تعبروا اللعيبة فيه لأنه هو العقد اللي بيحاولوا يطلعوا فيه أكبر قدر ممكن من الأموال فبروح هناك على 20 مليون وبكون مبسوط دولي سهل وبلعب 13 مباراة دولي أبطال إذا وصل النهائي بس وبكون ماخد راتب العالي وشوفنا نيمر هي مرتاح وعايشك وإيس نوصل هنا نهاية حلقة سيفي مدريد كنت معكم أنا محمد عوان موجود فيسبوك تويتر إنستجرام وضروري جدا تتابعوني على قناة سيفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة